يا رحمن الرحيم يا مساء الفل على كل الأهلوية في كل مكان حلقة جديدة وأخبار جديدة هتكون معانا النهاردة في برنامجنا في حلقة الأشبان ضفنا في الجزء الثاني هيكون واحد من اللاعبين الصاعدين اللي تنبأنا ليهم كثيرا في برنامج الأشبان وقلنا إن شاء الله يكون لي مستقبل كبير وانتظروه في الوقت القريب معتز محمد اللي احنا شفناه في مباراة الأهلي والمصري واحد من اللي تقلقوا واحد من اللي بدأوا يقولوا احنا موجودين من قطاع الناشئين في الناد الأهلي ومن هنا من أول يوم كنا بنراهن وبنقول إن احنا عندنا في قطاع الناشئين من جم من دهب عندنا لاعبين مميزين هتشوفوهم وده مش بالكلام كنا دايما بنرد على الناس اللي بتقول للأسف قطاع الناشئين ما فيوش مواهب كنا لا بنقول عندنا مواهب بس كان لما الفرصة بتيجي ودايما في الاندية الكبيرة الفرصة بتكون صعبة شوية دايماً بتلعب على كل المسابقات دايماً عندك نجوم من العيار الثقيل دايماً الفرصة بتكون صعبة شوية لكن لما الناشئ بياخد فرصة بيقدر بيقدر يثبت نفسه إن هو فعلاً موهبة شفنا الفترة الأخيرة عندنا مواهب ظهرت في قطاع الناشيب الناد الأهلي وقدروا يلعبوا مع الفريق الأول كان على رأسهم مصطفى الشبير اللي احنا راهنا عليه كتير ولعب في النهاية الأفريقي وتقلق وظهر فيه مباراة مهمة جداً وبعدها لعب فيه مباراة في الدورة أيضاً حمزة علاء نجم منتخبنا الأولمبي وحارس مرمى منتخبنا الأولمبي لتقلق فيه المسابقة الأخيرة وبطولة أفريقيا المنتخب الأولمبي أيضاً مصطفى مخلوف شفنا كمان يعني من سنتين ثلاثة وأصبحوا دلوقتي نجوم الدورة الممتاز محمد عبد المنعم وإحمد عبد القادر كنا بزع لهم مباراة هنا في برنامج الأشبال وكنا بنراهن عليهم طلعوا فترة عارة ورجعوا مرة تانية للناد الأهلي ودلوقتي أصبحوا من الأساسيين في الناد الأهلي محمد أشرف الباكليفت الدبيس رأفة خليل يعني لعبة كتير شفناها تعلقت وظاهرت من قطاع الناشئين بالناد الأهلي ودائماً الرد أو أفضل رد بيكون على الناس اللي بتشكك في طاعة الناشئين بالناد الأهلي على مدار تاريخه الأسماء اللي بتطلع والأسماء اللي بتكون موجودة والأسماء اللي بتلعب وبتلعب في منتخبات الناشئين والشباب والأوليم علشان كده النهاردة كنت حابب أن يكون واحد من نجمنا إن شاء الله خلال فترة اللي جاية وبالراهن عليه ولسه عنده مستقبل كبير ولسه بيضع خطواته الأولى مع الفريق الأول بالناد الأهلي معتز محمد اللي تقلق في مبارات المصري إن شاء الله يكون متواجد مع الفريق الأول فترة القادمة في فترة الإعداد يبدأ مع بداية الموسم الجديد وإن شاء الله نشوفه بمستوى يا ليك بمستوى اللي احنا دايماً عهدنا في قطاع الناشئين بالناد الأهلي